اشتركوا في القناة وطبعاتنا راح تكون لجميع الابراج القمر ما زال موجود بالعذراء في منزلة العواء وهي منزلة للربح والحرية والزواج ورح يستمر مكوث الخمر في هاي المنزلة حتى ساعات ما قبل الظهر بعدين رح ينتقل لمنزلة السماك الاعزل وهي للصلح والدواء والضرر والتصليح وطبعا حكينا ان القمر لما بكون موجود بالعذراء منعود الان لطبيعتنا الجادة ومننتبه اكثر لصحتنا بممارس التمارين الرياضية او البدء بحمية بتساعدنا على المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط وما منترك واردة او شاردة دون تفحصها منجد انه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دور هام بنشعر انه الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن نتفقد انفسنا ونتوهم امراض ما الها اي وجود هاي افضل فترة للتخلص من عادات سيئة زي التدخين وشرب الكحول او الادمان على ادوية معينة موسعنا اقتناء حيوان اليف او مطالعة كتاب مفيد او البدء بوظيفة او عمل جديد طبعا بالنسبة للزوايا الفلكية في زاويتين احنا ذكرناهم بالامس ولكن بما انهم رح يصيروا بعد بث الحلقة فرح نعيدهم مرة ثانية الزاوية الاولى هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر واورانوس رح تكون الساعة 15 دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية التثليث ايجابية بين القمر وعطارد رح تكون في تمام الساعة 46 دقيقة مساء بتوقيت جرينيش منشعر بقوة الفكر والقدرة على الادراك الجيد للامور بالاضافة الى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة اما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل بعد منتصف الليل هاي زاوية تربيع سلبية رح تكون بين القمر والزهرة رح تكون في تمام الساعة 45 دقيقة صباحا اكثر المتضررين اللي بكون عندهم مشاكل عاطفي لانهم رح يتجهوا في هاي اللحظة للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تقابل سلبية بين القمر ونبتون رح تكون في تمام الساعة 10 و 22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش بتجعل بعض الاشخاص يجنحوا الى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا ومنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الاخرين اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر والمشتري رح تكون في تمام الساعة 10 و 56 دقيقة ظهرا منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين من حولنا كأنها مشاكلنا احنا ومنحاول انه نساعدهم قدر الامكان زي عمل انساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية اما بالنسبة للزاوية التي تليها هي زاوية تثليث ايجابية بين القمر وبلوتو رح تكون في تمام الساعة 3 و 4 دقائق بتوقيت جرينيش يعني بتصير مساء بتوقيت الاردن ساعة 6 و 4 دقائق بتعزز قدرتنا على السيطرة على ما شاعرنا وافكارنا ونتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا واحداث التغييرات المطلوبة اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي اخر زاوية رح تكون زاوية تثليث ايجابية بين القمر وزحل رح تكون في تمام الساعة 11 و 7 دقائق مساء نصبح اكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحس بالمسؤولية بعد الزاوية هاي مباشرة يعني الساعة 11 و 7 دقائق بتوقيت جرينيش مساء ببدأ خلو المسار وخلو المسار رح يستمر حتى بعد منتصف الليل يعني منتصف الليل 25 سبعة ورح يستمر حتى تمام الساعة 1 و 53 دقيقة فجرا بتوقيت جرينيش هذا يعني ان الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للقمر القمر بعدها رح ينتقل للميزان معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم 27 سبعة رح يكون في تمام الساعة 1 و 8 دقائق فجرا يبدأ ويستمر حتى تمام الساعة 4 و 11 دقيقة صباحا لينتقل بعديها القمر للعقرب اما بالنسبة للقمر القمر طبعا الهلال 4 ايام في تمام الساعة 6 او نص صباحا بتوقيت جرينيش بصير عمره 5 ايام نسبة الاضاءة 20% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الاسد حتى يوم 22 ثمانية المزاج سعيد القمر في العذراء حتى يوم 25 سبعة المزاج سعيد عطارد في السرطان حتى يوم 5 ثمانية المزاج سعيد الزهرة في الجوزاء حتى يوم 7 ثمانية برضو المزاج سعيد المريخ في الحمل حتى يوم 9 تسعة وبعدين ببدأ عملية التراجع الان مزاجه سعيد المشتري في الجدي بيتراجع حتى يوم 12 تسعة مزاجه منتحس زحل في الجدي بيتراجع حتى يوم 29 تسعة مزاجه سعيد اورانوس في الثور حتى يوم 15 ثمانية بعدين ببدأ عملية التراجع مزاجه سعيد نيبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 29-11 مزاجه ممتزج يعني يتقلب طول اليوم بين سعيد ومنتحس سعيد ومنتحس بأكثر من هم مزاج بلوتو في الجدي بيتراجع حتى يوم 14 مزاجه برضو ممتزج وصلنا للتوقعات اليومي برج الحمل برج الحمل طبعا رغم الايجابي اللي موجودة رغم الطاقة اللي موجودة من تواجد الشمس في بيتك الخامس طبعا الكواكب كلها تقريبا بتعد انت اول خمس بيوت موجود فيها كواكب يعني عندك المريخ عندك اورانوس في البيت الثاني عندك الزهرة في البيت الثالث في الجوزاء عندك عطارد في السرطان عندك الشمس في الاسد وهس القمر في البيت السادس يعني تقريبا توليفة من الاحداث اللي راح تكون شاغل كثير من الامور عندك خلال هذا اليوم ولكن الاهم هي طبعا بما انه الزوايا معظمها ايجابية فاليوم بالنسبة للنفسية عندك جيدة عندك طبعا هاي الاشياء لما بتكون ايجابية زيادة عن اللزوم شو بصير عند الواحد بصير عنده طاقة وبحب انه يغامر ويستغل الفرص والمكاسب خلال الفترة هاي فانت اليوم عندك نشاط عالي جدا لدرجة انه ممكن تحمل اكثر من شغل مع بعض او اكثر من مسئولية مع بعض فبس بدك تدير بالك تواجد القمر في البيت السادس ممكن يراكم عندك بعض الاعمال وما يخليك تنجزهم كلهم فعشان يتركز على عمل عمل وانجز بالتتابع بكون افضل اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء جيدة على المستوى الامور المالية ولكن المحبطين عاطفيا بدهم يديروا بالهم من المصاريف او انهم يتفششوا بصرف الفلوس او الاشخاص اللي عندهم نوع من انواع الاكتئاب بحاولوا يهربوا من الواقع تبعهم لصرف الفلوس او التسوق او المشتريات انتبهوا لهاي الامور صحيح انه في فرص جيدة بيجيك نوع من انواع الدعم بشكل جيد خلال هذا اليوم ولكن بدك تكون حذر من المصاريف الزائدة اما بالنسبة للبيت الثالث فهو جيد على مستوى التنقلات والحوارات واقناع الاشخاص بوجهة نظرك اليوم تقدر تسوق لاي شيء وبتنشط باتصالاتك بشكل كبير وعندك قدرة على الحوار والاقناع والمناقشة والامتحانات بيكون برضو قوي جدا اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء برضو عطارد بينعمك بقوة على مستوى الحوار خصوصا الحوارات او استغلال المناسبات العائلية او الاشياء اللي فيها نوع من انواع التقارب اصلاح ذات البين الحوار لانها مشكلة الاهتمام بتصليحات وترتيبات وامور الها علاقة بالعقار بيع مشترة ترميم مشتريات كل هاي الامور انت بتكون قوي فيها بشكل كبير خلال هذا اليوم اما بالنسبة للبيتر خامس طبعا الشمس موجودة بلشت تعطي طاقاتها بشكل قوي لايلك فعشان هيك الامور العاطفية عندك امور الحب او الرغبة بالخروج وتغيير الجو والاحتكاك بالمجتمع بصير اكبر ممكن تستغل بعض الفرص او الاشياء اللي تدعمك ببعض الحضوض لا انجاز بعض الاشياء الايجابية وخصوصا على المستوى العاطفي او بعلاقتك مع احد الاحبة زي واحد من الابناء او احد افراد العائلة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء مثل ما حكينا ان القمر موجود فيها فعشان هيك منقولك انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك وانتبهوا لغذائكم وراحتكم ممكن تشعر بالارهاق بسبب كثرة الاعباء نظم عملك بشكل جيد وما تهمل الواجبات حاذر من التبذير ممكن تعالج مسائل مالية وممكن تجدلها حلول وخصوصا للامور اللي الها علاقة بالفواتير المتوجبة عليك اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى بيت الشراكي تقريبا منقدر نحكي انه فيها نوع من انواع التقارب او التفاهم ما بينك وبين الشريك ولكن ما تستغل اندفاعك لفرض السلطة او السيطرة على الشريك او املاء الاوامر او اصدار قرارات ممكن يعني طالع او برج الشريك شوي يكون معاكس لا اليك فعشان هيك ممكن يحدث بعض المشاكل او الخلافات ما بينكم اما بالنسبة للبيت الثامن فهو بدعمك على مستوى امور الها علاقة في البنوك او الامور المشتركة فممكن اليوم تنجز بعض المهام اللي علاقة في البنوك او الضريبة او التأمين او حتى في بعض الفواتير او بعض الحسابات لا اليك او تهتم بصفقات او مشروع او مغامرات مجازفات الها علاقة بالامور المالية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها روتينية على مستوى اتصالاتك الخارجية وحواراتك وامتحاناتك ودراستك كلها تقريبا بتكون روتينية بتتعامل فيها على حسب طبيعتك وعلى حسب وضعك وعلى حسب تخوينك الاجتماعي اما بالنسبة للبيت العاشر فطبعا صحيح انه في زوايا ايجابية مع برج الجدي اللي هو بيتك العاشر بيت السمعة الا انه برضو من ظلنا متخوفين من عملية التراجع هاي انه بعد الامرات بتسبب لك نوع من انواع يعني اي شيء ممكن يسيء للسمعة مغامرة بتندفع في تهور تحاول انك تجازف تخالف القوانين تدخل باعمال مشبوهة تتأخر عن دوامك تعمل خلافات ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل يعني كلها هاي اشياء بتهدد السمعة حاول انك تحافظ على سمعتك علشان الامور كلها تصير جيدة وقوية لصالحك اما بالنسبة لبيتك 11 بيت الاصدقاء فجيد جدا برضو بيدعمك على مستوى التلاقي او الحوار ما بينك وبين الاصدقاء ممكن تحملك هذا اليوم يحملك داعوي لحضور حفلة او مناسبة او لقاء او رحلة مثلا او اجتماع مع احد الاصدقاء او زيارات مثلا بتكون متبادلة بتروح انك زيارة عن داس ناس بيجو بزروق يعني فيه اهتمامات للتواصل ما بينك وبين الاصدقاء والمقربين اما بالنسبة لبيتك 12 فطبعا الاجواء جيدة الا انه نبتن عشان بيعمل عملية التراجع وبرضو زاوية التقابل مع القمر فبضعف المراكز العمل وبضعف الصحة فعشان يكبدأك تكون منتبه من اي اشيء له علاقة بالعمل او تراكم العمل او تأخير بعض المسائل اللي لها علاقة بالعمل او امور لها علاقة بتراجع صحي او الشعور بالوهن او التعب اهم اشي ما تخلي الوسواس انه يسيطر عليك بالفترة هاي ممكن تقلق بشأن احد افراد العائلة برج الثور طبعا لي تواجد القمر في البيت الخامس لا اليك فهو بدعمك بقوة كبيرة وبما انه الكواكب تقريبا كلها جاي في حواليك فعشان هيك بتعطيك طاقات معينة وبتحذرك من اشياء معينة وخصوصا وجود المريخ في بيت المتاعب ولكن باقي دعم الكواكب لا اليك بحدث مفاجآت وبحدث اجشياء سارة بالنسبة لا اليك بالنسبة للبيت الاول طبعا اورانوس موجود فبيعطي نوع من انواع الاخبار او الاحداث السريعة او بتحب المفاجآت او بتحب تعمل مفاجآت او بنعمل فيك مفاجآت منها يا اما بكون سار يا اما بكون مفاجئ لا اليك ومسيء لا اليك وبتحس انه نكد عليك ولكن اجمالا عندك طاقة عالية جدا اليوم بتقدر تتجاوز كل المشاكل اللي ممكن تصير اما بالنسبة للبيت الثاني فهو بدعمك على مستوى الامور المالية والرغبة في تحسين الوضع المالي او الاهتمام ببعض المسائل المالية او جدولة بعض الامور او الاهتمام بحسابات معينة دفعات التزامات اشياء من هذا القبيل الاهمش المحبطين عاطفيا ما ينفسوا عن غضبهم بالصرف او صرف الفلوس بالفترة هاي بدون يعني حساب وبدون عقلانية اما بالنسبة للبيت الثالث فهو بدعمك على مستوى النشاط الحركة الاتصالات الحوارات التسويق الاقناع الرغبة بشراء سيارة او الاطلاع على امور الها علاقة بالتكنولوجيا كلها اجواء ايجابية وبتدعمك بقوة وبتعمل بينك وبين المحيط تبعك تقارب عالي اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت جيدة شيئا ما بتحمل نوع من انواع الفرحة او الاخبار السارة او امور ممكن شوي يكون فيها بعض المفاجآت اللي ممكن تدخل بعض الاشياء الايجابية على حياتك وحياة العائلة ممكن تهتم ببعض المسال اللي الها عقاء بالعقارات او بالتصليحات بالترميمات بالمشتريات او باهتمامات الها علاقة ببعض النقاشات العائلية اما بالنسبة للبيت الخامس فطبعا بما ان القمر موجود في البيت الخامس فاليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من احبائكم وتعزيز العلاقة معهم ما بيتخلى الحظ المالي عنكم حاول ترتيب الاوضاع اللي تراجعت في الايام السابقة صحيح الانطباعات عنك اثبت للمشككين طاقتك ما تستسلم للضغوط قبل تحقيق الانجاز اهم اشي انك الثابر اليوم وتستغل للفرص اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا على مستوى العمل وصحة شوي بتكون روتيني ممكن تحدث بعض المفاجآت اليك اليوم او يصير بعض الارباكات على مسائل الها علاقة بالعمل او يتراكم عندك العمل او تنشغل بانجاز اعمال فممكن بينشغالك بالعمل تهمل واجبات ومسؤوليات اخرى اهم اشي برضو انك تراقب وضعك الصحي بشكل قوي اما بالنسبة للبيت السابع فهو بعزز علاقتك ما بينك وبين الشريك وبعمل تقارب جيد ما بينكم فممكن تنجزوا بعض الامور المهمة او تحلوا اشياء كانت صعبة بالفترة الماضية حاول انك تنجزها وتعمل تقارب او مصالحة او تتراجع عن قرارات بالدعم علاقتك انت والشركاء وخصوصا ما بين الازواج اما بالنسبة للبيت الثامن فممكن تنشط ببعض المسائل المالية المشتركة اللي الها علاقة باموال الغير او بالتأمين او بالضريبة او بميراث او بغيبيات حتى امور لاشخاص ماتوا او قصص او صور او اشياء من هذا القبيل لاهم انك تركز بشكل جيد على الامور هاي حاول انك تبعد عن الامور الروحانية السلبية اما بالنسبة للبيت التاسع فطبعا يعني الاجواء فيها ضاغطة شوي بسبب تواجد وتراجع الكواكب فما رح نعطي ايجابيات كثيرة على هذا البيت يعني ممكن تنجحوا في بعض الاتصالات الخارجية او رغبة بالسفر او التواصل مع اشخاص خارج البلاد او امور تعليمية او بحثية او امتحانات ولكن برضو منقولك بدك تستعدوا بشكل جيد خوفا من المفاجآت اذا كان عندك امتحان او تنقل بدك تتفقد اوراقك اذا عندك امتحان بدك تدرس بشكل جيد اذا عندك مناقشة او حوار اليوم بدك تضبط اعصابك من الانفعال والعصبية وتكون جاهز للمفاجآت اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وبتدعمك بشكل قوي فممكن تدافع عن سمعتك وتعزز برضو سمعتك بشكل قوي ممكن تثبت ذاتك امام المسؤولين وبرضو امام رؤسائك بالعمل او زملائك بالعمل او تنجز اعمال تكرم بدلها اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعم شوي من بعض العلاقات او ما بينك وبين بعض الاصدقاء صحيح انه ما زالت الاجواء فيها نوع من انواع الغضب او الزعل او العتب على بعض الاصدقاء من تصرف معين او محاولتهم التدخل في شؤون حياتك او فرض حالهم في حياتك او النص عليك بيحاولوا انهم هيك يعني انهم بفهموا اكتر منك بالامور فهذا الامور ممكن انها ذاكك حاول انك ما تشحن حالك بطاقة ايجابية وما تكمبر الفجوي ما بينك وبينهم لانه الايام هاي تقريبا الثلاث ايام اليوم وبكرة وبعده بتحمل نوع من انواع المشاحنات العالية وخصوصا في بيت الاصدقاء والمعارف اما بالنسبة لبيتك اتناعش فقلنا انه المريخ هو الوحيد اللي يعني بسبب بعض الاعباء للك بضغطك لانه موجود في بيت المتاعب فعشان يك براكم بعض الاعمال عندك بعرضك لبعض الاصابات بعرضك لأوجاع او لامراض او شعور بالتعب او الوهن براكم الاعمال عندك بخليك ما بتقدر تنجز كل شيء مع بعض بخلي فيه عندك نوع من انواع الاندفاع والتهور ممكن برضو تحملك الفترة هاي نوع من انواع القلق على صحة احد الاحب برج الجوزاء طبعا بما انه القمر موجود في بيت بيعمل تربيع معاك فعلى المستوى النفسي بتكون شوي يعني صحيح ان الزهرة بتدعمك بتعزز من طاقتك ولكن في لحظات بتعمل نوع من انواع التقلب بالمزاج او اتخاذ قرارات خاطئة او متسرعة بدون ما ترجع انت للمنطق والعقل حاول انك تحكم حالك حاول انك ما تجازف وما تغامر وما تخلي مزاجك يسيطر عليك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا جيدة على المستوى المالي بتخليك تفكر بشكل اكبر ممكن تفكر بمشروع او بمكسب مالي او بطريقة لتحسين الوضع المالي او بطريقة لجدولة وترتيب الاوضاع المالية ولكن المحبط عاطفي اليوم بده يصرف فلوس بشكل كبير وهذا الاشي رح يعمل مجازفات وممكن يضغطك ماليا ما تجازف وما تغامر وما تصرف فلوسك في اشياء ممكن تكون كماليات وانت مش بحاجتها اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تدعمك بما انه الشمس يعني موجود في البيت الثالث فبتدعمك بشكل قوي بتعزز من ثقتك بنفسك برضو قدرتك على التنقل والاتصالات والحوارات والتواصل مع المحيط برضو قدرتك على النقاش والحوار واقناع اللي حواليك اذا عندك امتحان او مقابلة رح تبدع خلال هذا النهار بشكل قوي جدا اهم ايش انك تستغل الفرص في منك رح يهتم باشياء العلاقة بالتليفونات او بالسيارات او بتصليحات او ترميمات او تطوير شيء له علاقة في هذا المجال اما بالنسبة للبيت الرابع فالقمر بما انه موجود في البيت الرابع بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم ابتجدوا تعاون من افراد العائلة هدئ من روعك وتوقف شوي عن التفكير يعني حاول انك تركز ما تخلي موخك يظل شغال على اساس انه ما يتعبك عصبيا لانه ممكن تقلق اليوم اما بشأن مشكلة بتتعلق فيك او بشأن احد افراد العائلة اهمش انك ما تختلق المشاكل وما تخالف الرأي العام ما تناقش بجفاء بل بليوني تامي اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها ايجابية برضو بتعزز بعض النقاط العاطفية او الترابط او التقابل العاطفي ما بينك وبين الاحبة بالفترة هاي شوي بتكون حساس فممكن شوي يصير في تقلب بالمزاج او تحدث نقاش او حوار او تستاء من تصرف احد الاحبة باهمال او بعمل شي بدون ما يشاورك او انه يجازف في شي فانت تحاول تنصحه فهو ما يرد عليك فطبعا هاي بتيجي على الحبيب بتيجي على الابناء بتيجي على احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة على مستوى العمل فبتقدر تنجز كثير من الاعمال خلال هذا اليوم او تهتم ببعض المسائل العملية وبرضو في عندك بعض الاهتمامات في اشياء لها علاقة بالصحة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت الشراكي وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الشريك ولكن زي ما حكينا دير بالك من الحساسية الزائدة اللي ممكن تختلق من خلال هالمشاكل او الحوارات او النقاشات اللي ممكن تسبب بعض المشاكل ما تتصرع بالحكم وما تتصرع باصدار القرارات اما بالنسبة للبيت الثامن فبما انه البيت الثامن الجدي فهو بيحدث مفاجآت على المستوى المالي وبرضو على صحة احد الاحبة فممكن اليوم انه انت تقلق بشأن مالي او فوتير او مطالبات او التزامات او اعباء مالية بشكل كبير ولكن الاهم من هذا انك تركز بشكل كبير على اللي حواليك وتعمل تقارب ما بينك وبين افراد العائلة بشكل كبير اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع المجتمع وحتى مع الاجانب والاشخاص اللي خارج البلاد فممكن تقنع اي شخص بوجهة نظرك ممكن تعمل نوع من انواع التقارب الجيد ما بينك وبين اللي حواليك اتعزز النقاط بقوة والتلاقي بقوة والتقارب بقوة اللي عنده امتحان او مناقش اليوم براح يقدم بشكل ممتاز اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء على مستوى بيت السمعة شوي بتدفعك لا تغامر في بعض المسائل حاول انك ما تجازف بسمعتك دافع عنها عزز ثقتك بالنفس برضو ما تخلي لحد انه يشكك بسمعتك ما تتأخر ولا تتغيب عن دوامك بالفترة هاي حاول انك تعمل وتنجز اعمالك ما تدخل بخلافات او نقاشات ما بينك وبين زملائك او رؤسائك بالعمل اما بالنسبة لبيت الاصدقاء بيتك 11 فالمريخ موجود هو اللي بخليك شوي متقلب بالمزاج وعصبي فممكن تحتد او تعصب على احد الاصدقاء او تستاء من تصرفاته ردات فعلك عنيفة برضو بتدفعك الفترة هاي للمغامرة والمجازفة والزيارات والخروجات وممكن تنجز اشياء تعمل اشياء انت اليوم تفكر انك انت على صح ولكن انت فعليا لو ركزت مزبوط بتلاقي انه انت غلطان وخصوصا بالمجازفات والعلاقات والخروجات اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء بتدعمك بشكل قوي فممكن اليوم انك يعني تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وفي منك راح يهتم لصحته اكثر او لغذاءه او طعامه او يعني يهتم بهاي المسائل ولكن بدك تنتبه على صحة احد الاحبة اللي ممكن يكون بدها شوية رعاية او زيارة او حتى مجاملة برج السرطان طبعا اليوم ثقتك بنفسك عالية قدرتك على الانجاز عالية سرعة البديهة عندك عالية نشاط عالي جدا برضو بكل الامور مشحون بطاقة ايجابية قوية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا بما ان القمر راح يكون مستقر في بيتك الثالث فعشان يكيب برضو البيت الثاني بتنشط في امور الها علاقة بالحركة او بعض الافكار اللي بتدعم الوضع المالي عندك ترتيب امور مالية كانت متراكمة مجازفات محاولة مساعدة بعض الاشخاص ماليا او دعمهم او تحصل على بعض الامور اللي بتحسن من وضعك او بتخفف من حديث الالتزامات عليك ولكن الاهم مثل ما حكينا للكل او لكل الابراج انه ديروا بالكم من التفشش بالمصاريف او دفع اشياء او شراء اشياء انتو مش بحاجتها اما بالنسبة للبيت الثالث فبتنشطوا اليوم بامور الها علاقة بالتنقلات والفسح او السفر او الاتصالات الفترة هاي مناسبة الى اجتياز امتحان بتعزز العلاقة مع اخ او جار بتكثر التنقلات وحركة التواصل عندكم اليوم بشكل كبير فترة ممتازة لعقد مؤتمر او للقيام برحلة اهم اشي ما تكثر من المطالب وتجنب اعتماد اسلوب فضل ابتعد عن التحديات ولكن الاجواء اجمالا بتساعدك في منك رح يهتم بمسائل لها علاقة بالسيارة او بالتليفون او بالاتصالات اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت او على مستوى العائلة تقريبا منقدر نحكي انها اعلى من روتيني بشوي ممكن يكون لك بعض الاهتمامات او رفقة العائلة او الاجتماع مع العائلة او مناقشة موضوع معين او الحوار في مسألة معينة المهم الاجواء جيدة وبتدعمك بقوة على مستوى العائلة والتقرب منهم او حل مشاكل بتتعلق فيهم اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي اليوم عواطفك جياشي بتعمل نوع من انواع التقارب الجيد ما بينك وبين الاحبة او التلاقي او حتى حل بعض الامور اللي كانت صعبة في الفترة الماضية ممكن اليوم تناقش الحبيب في مسألة معينة تفرض حالك او تحدث نوع من الاجواء الايجابية او المساعدة الداعمة لا اليك وخصوصا مع الحبيب احد الابناء احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء برضو بتدعمك على مستوى امور الها علاقة بالعمل فممكن تنشط ببعض الاعمال اليوم صحيح انه ممكن يكون في عندك اكثر من عمل او يتراكم عندك عمل او تظهر مشكلة لها علاقة بالعمل او بوضعك العملي او بالوضع الصحي يعني يا بهاي يا بهاي فعشانك بدك تكون حذر وتنتبه للمسألتين وتحافظ على صحتك وتحافظ على انجازات اعمالك اما بالنسبة للبيت السابع فهي ما زال فيها نوع من انواع التقلب صحيح انه في زوايا ايجابية بالدعم العلاقة ما بينك وبين الشريك او ما بين الازواج ممكن مصالحة او تراجع عن قرار سابق ولكن برضو في اشخاص منكم ممكن يصير في نقاش حاد او يتحسسوا من موقف او يفتحوا مواضيع قديمة او مشكلة مثلا تظهر على الساحة فيصير خلاف ما بين الشركاء شركاء المال او شركاء العاطفي ولكن هاي عند الاقلية الاكثرية هي رح يصير في تقابل او تلاقي جيد ما بينهم بين الشركاء اليوم اما بالنسبة للبيت الثامن فالبيت الثامن شوي بعطي بعض الايجابيات على مستوى امور الى علاقة بالوضع المالي وخصوصا الاموال المشتركة يعني ممكن تناقش موضوع او تحصل على دعم من احد الشركاء او من الزوج مثلا او الزوج دعم مالي لمسألة معينة او لمشتريات معينة ممكن تهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالديون او القروض او امور بنكية او ضريبة او تأمين او تسويات مالية برضو رح تكون لصالحك اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء اليوم فيها ضغط بسيط على مستوى الاتصالات الخارجية فممكن هيك يتنكد عليك او تسمع خبر مزعج او حوار مزعج او شيء الى علاقة باجانب او الى علاقة بشخص خارج البلاد اهم اشي انك تشحن حالك بطاقة ايجابية تحاول تنجز اعمالك اذا كان عندك دراسة ركز اذا عندك امتحان او مقابلة او مناقشة ركز بالمعطيات الجيدة واستعد بشكل جيد وما تعتمد على الحضوض اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء بتدفعك يعني عندك قابلية زي ما بقولوها بالعامية قابلية للانحراف يعني بمعنى اخر رغبتك الداخلية لعمل مجازفات او مغامرات او تكسر الطوق الحرية بالفترة هاي تحاول انك هيك تنطلع تتحرر من القيود فطبعا هذا بدفعك لمجازفات ممكن هاي المجازفات تشوه السمعة ممكن تخالف القوانين ممكن تدخل باعمال مشبوهة حاول تركز انك تبعد عن هاي الامور طبعا مش كل موليد برج السرطان عندهم هاي القابلية او عندهم هذا الشيء قلي من موليد برج السرطان اللي عندهم هذا الموضوع ولكن هاي الرغبة بتكون موجودة بقوة حاولوا ما تشوهوا سمعتكم ولا تدخلوا بنقاشات ما بينكم بين زملائكم او رؤساكم بالعمل او ما بين معارفكم وعلاقاتكم الاجتماعية اما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد بيدعمك على مستوى التواصل والاتصالات والعلاقات ما بينك وبين الاصدقاء بيفتح مجالات للحوار والتواصل بشكل جيد وممكن يتوجه لك دعوي لحضور حفلة او مناسبة خلال هذا اليوم اما بالنسبة لبيتك 12 فالاجواء ببيت المتاعب تقريبا بنقدر نحكي انها جيدة وبتدعمك على انجاز بعض الاعمال وخصوصا الاعمال الضرورية قدرة على التنظيم والترتيب عالية والوضع الصحي عندك انت مسيطر عليه وبتقدر يعني لحالك تشخص وضعك المرضي وتعرف شو العلاج المناسب للك في منك رح يهتم ببعض الامور اللي الها علاقة بالاعشاب او المكملات الغذائية او اشياء الها علاقة بامور بتحسن من الوضع الصحي يعني اهتمام صحي اكبر برج الاسد بالنسبة للبيت الاول الاجواء تقريبا بنقدر نحكي انها جيدة وخصوصا الان استقرت الشمس بلشت تعطي ضلالها او ضوءها على مجموعة العشرية الاولى هم اكثر ناس بحسوا بالفترة هاي بالتطور او التحسن او شحنة الطاقة الايجابي اللي قاعدة بتجيهم بشكل كبير ثقتكو بنفسكو بلشت تعود برضو قدرتكم وجرائتكم ممتازة اصبح في لفت نظر جيد بالنسبة للكو للمحيط اما بالنسبة للبيت الثاني فطبعا ثم فرصة لمكسب مالي من عمل اضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات او المصاريف او المشتريات الغير ضرورية ليش لانه في ناس منكو رح يتهرب لصرف الفلوس او للمشتريات بدون حساب وبدون تدقيق بالفترة هاي في امور اهم هي اللي بتطلب منكو التركيز عليها ممكن تناقش موضوع مالي اهمش انك ما تتسرع في اي استثمار قبل مراجعة التفاصيل ما تبذر اموالك كون عاقل ومتيقد قبل التوقيع على العقود وحدد اهدافك اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها روتينية على مستوى حواراتك واتصالاتك وتنقلاتك يمكن ما يكون عندك الرغب الكبير اليوم او الجامحة في عملية التواصل والاتصالات والحوارات ولت العجن واللت والعجن والكلام اللي ممكن شوي تحس انك انت منزه عنه او بعيد عنه او مش حاب انك تخوض في هاي الاشياء ماشي ممكن في بعضك ينشط بحركة وباتصالات او بسياقة او بتنقلات ولكن الغالب انه بعمل الاشياء كنوع من انواع الواجب عليه او الاشياء المفروض عليه لو اجت عليه وبدوش يعمل ولا شيء اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا نحكي جنها جيدة وبتدعمك على مستوى العائلة بتعمل تقارب انت اليوم بتفكر في البيت اكثر او بتشوف حالك في البيت اكثر او بتحب انك انت يعني تقعد بيتوتي شوي يعني ما تفكر لا بخروجي ولا تفكر بهاي الا بمرافقة العائلة او نوع من انواع التقارب مع العائلة كواجب فقط لا غير مش رغبة منك على هاي الامور في منك رح يهتم ببعض التصليحات او الترميمات او امور الها علاقة بالعقارات او بافراد العائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي تقريبا بدأت يعني تعطي جرعة جيدة الا ان حساسيتك عالية ردات فعلك سلبية ممكن تتحسس من اي موقف وتعصب من اي موقف فحاول تشحن حالك بطاقة ايجابية ويبعد عن اي سوء تفاهم ممكن يصير ما بينك وبين الاحبة الحبيب او احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء ما زالت هي روتينية ولكن برضو منحط بعض المخاوف على تراكم العمل عندك وبرضو على امور الها علاقة بالصحة ما زال الوضع الصحي صحيح روتيني الا انه بحمل عند بعض موليد برج الاسد بعض المفاجآت او ظهور بعض التعب او الشعور بالارهاق من شيء معين اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى بيت الشراكة تقريبا جيدة بتدعمك وبتقارب ما بينك وبين الشركاء صحيح انه ممكن يصير القرار مثلا او موقف من الشريك اليوم يزعجك او حوار مثلا او نقاش او فرض السلطة او الرأي عليك شوي يسبب لك نوع من انواع النفور حاول انك تركز بشكل جيد وتقبل الحوار والنقاش بدون عصبية اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا يعني ممكن تخليك تنشط في بعض المسائل او تفكر في نوع من انواع التحسين الوضع المالي او بيع اشياء بتمتلكها او اشي بعز عليك اليوم تفكر انك انت تستغني عنه ممكن شوي اتفرط في بعض مقتنياتك او انه تهتم ببعض الاشياء اللي الها علاقة بذكريات وفي منك رح يهتم ببعض المسائل اللي الها علاقة بالميراث او ديون او اموال مشتركة او اشياء اللي علاقة بالبنوك او الضريبة او التامين زي اقصاط او فوترة او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا يعني جيد بالاتصالات والحوارات وبتخلي في نوع من انواع التواصل الجيد ما بينك وبين اشخاص خارج البلاد او اشخاص اجانب ممكن اليوم تكتسب علاقة جديدة او معرفة جديدة او تهتم بشأن اشخاص خارج البلاد اهم اشي انك ما تندفع وما تتهور بدون حساب العواقب فممكن انت من داخلك تشوف انه انت بدك تعمل هذا الاشي بقصد الخير ولكن تلاقي انه الباب هذا ممكن يجيب لك شر او يجيب لك مشاكل خارجية اهم اشي اللي عنده امتحانة او مقابلة اليوم بده يستعد بشكل جيد ما يعتمد على الحضوض نهائيا اما بالنسبة لبيت العاشر فبالنسبة لبيت السمعة الاجواء جيدة فممكن اليوم تعزز من سمعتك وتدافع عن سمعتك ولكن بدك تحضر بعض المفاجآت اللي ممكن تخليك او تحطك في مكان يعني تتفوه بكلام يتسيء فيه لنفسك او انك انت تغامر بمسائل يعني شوية تشوه سمعتك حاول انك ما تجازف وما تغامر وانتبه لا تصرفاتك وتحركاتك وكلامك اما بالنسبة لبيتك 11 فهو جيد على مستوى بيت الاصدقاء فبدعمك على مستوى التواصل او العلاقات ما بينك وبين الاصدقاء فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او لقاء اليوم ولكن انت راح تستقبل هذول الضيوف عندك او تنشط بحالة اجتماعية عندك ما عندك روح المبادرة انت للاحتكاك بالمجتمع اما بالنسبة لبيتك 12 فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها جيدة على مستوى بيت المتاعب فبتساعدك لانجاز بعض الامور او المهام تهتم بامور عملك بشكل قوي ولكن الاهم انك تهتم بصحتك لانه صحتك او صحة احد المقربين عليها علامة استفهم برج العذراء صحيح ان القمر موجود عندكم الا ان الشمس وجودها في بيت المتاعب شوي ضاغط عليكم اليوم تشعروا بنوع من انواع الثقة بالنفس وبتكون هاي الثقة كبيرة بعمكم النشاط اهم مش انك تبادروا لخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية ممكن تحسم امورك وتقرر على شيء جديد اهم ايش انك انت تركز فيه قبل ما تقرر يعني تدرسه بشكل جيد وتشوف انه هل النتائج صحيحة ولا لا ايجابية لصالحك ولا لا ممكن تفرح لانفراج او لتسوي او لتطور امر ما بتلفت نظر الاخرين بافكارك الخلاقة وسرعة بديهتك بتنهي مفاوضات اليوم لمصلحتك اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على المستوى المالي اليوم اقل بالحضوض بلشت الحضوض على المستوى المالي تنزل فعشان هيك بحل محلها الفوضى المالية او المصاريف للزيادة او المطالبات المالية او تراكم القروض او الديون او سداد او الواجبات المالية عليك حاول انك برضو تبعد عن المشتريات الغير ضرورية او تلاعب بامور الها علاقة بالحسابات اما بالنسبة للبيت الثالث فالاشياء تقريبا نحكي الاجواء جيدة على مستوى الحوارات والاتصالات ولكن العصبية موجودة حاول تشحن حالك بطاقة ايجابية وما تعصب وما تصدر قرارات بشكل مجازفي او جزافيا او تلقي الاتهامات جزافا حاول انك تركز بشكل جيد برضو انتبه اثناء التنقلاتك واتصالاتك وحواراتك وراقب عصبيتك وما توجه اي انتقاد للاشخاص اللي حواليك اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة على مستوى البيت يعني ممكن تعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين افراد العائلة حاول انك انت تقارب ما بينك وبينهم ما تعمل نفور وما تعمل نقاشات ولا حوارات ولا عصبي على اساس انه ما تصير مشاكل ممكن تظهر مشاكل او بعض الاعطال او الاهتمامات العائلية اللي بتكون بدها تركيز اكثر منك او تواجدك اكثر اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا نقدر نحكي انه في نوع من انواع الايجابية اليوم الا انه برضو حساسيتك عالية جدا وردات فعلك سلبية اهم شي انك ما توجه انتقاد ولا كن كلامك لاذع حاول تركز بشكل جيد ممكن اليوم تقلق بشأن احد الاحبة او تحاول انك تساعد احد الاحبة اللي هو الحبيب او احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالجو بدأ يضغط على مستوى العمل والصحة فعشانك بدك تنتبه من تراكم الاعمال ما تهم العمل وبرضو بدك تهتم بصحتك والتقلبات هاي اللي ممكن تيجي من وقت لاخر على المستوى الصحي اذا شعرت بشيء غير اعتيادي من المفروض انك تراجع الطبيب اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا بنقدر نحكي انها جيدة على مستوى امور الشراكة فممكن تتراجع عن قرار او تحاول انك تلطف الاجواء او تتقارب انت والحبيب خلال هذا اليوم او الشريك او الزوج يعني تعالج بعض المسائل او الاشياء اللي كانت ضغطة بالفترة الماضية اما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا الاجواء ضاغطة شوي بتسبب بعض المشاكل او ظهور بعض المسائل المالية اللي الها علاقة بتراكمات الاموال او مطالبات مالية او الانزعاج من فوتير او ترتيبات مالية يعني شوي ممكن انها تظهر بعض المسائل للاموال المشتركة شوي تسبب لك نوع من انواع الارباك وخصوصا على مستوى امور الها علاقة بالبنوك او الضريبة او التأمين او المطالبات عن طريق محاكم او قضايا قضائية اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية اليوم على مستوى الاتصالات او الحوارات او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام بمسائل الها علاقة بالنقاشات او الحوارات او امور الها علاقة بالامتحانات تقريبا الاجواء ايجابية حتى بطريقة التعاطي او التعامل مع اشخاص اجانب او من خارج البلاد او اتصالات خارجية تقريبا الاجواء كلها داعمة اما بالنسبة للبيت العاشر على مستوى بيت السمعة تقريبا الاجواء برضو بتدعمك بتخليك تنجز بعض الامور بشكل جيد وبرضو بتهتم ببعض الاعمال وانجاز بعض الاعمال والتفكير بيعني احداث نوع من انواع التغيير على مكان العمل او على طريقة التعامل مع زملائك او رؤسائك بالعمل تقدر تنجز بعض الاعمال بشكل قوي بالفترة هاي وبرضو عندك رغبة للدراسة او للاطلاع على مواضيع معينة اما بالنسبة لبيتك احداث فالاجواء تقريبا على مستوى بيت الاصدقاء جيدة الفترة هاي بتدعمك على مستوى التواصل واللقاءات والحوارات وممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة ممكن يكون فيه لقاء معين او تلتقي بصديق او اتصال يجيك عن طريق صديق او حوار معين يعني ممكن انت تطلب المساعدة من شخص او هو يطلب بدوره منك من مساعدة اما بالنسبة لبيت المتاعب فما زالت يعني الشمس دخلت ملهاشة كم يوم فعشانك بتشعر بنوع من انواع الضغط على مستوى العمل او تعطيل بعض المسائل او تراكم بعض الامور عندك او اشياء الى علاقة بالوضع الصحي او يعني ظهور بعض المشاكل الصحية او شعور بالتعب او لا احد الاحبة اللي بتطلب منك لا مراجع الطبيب او الاهتمام بالوضع الصحي برج الميزان طبعا اليوم مش يوم سعدك يعني اليوم معروف انه فيه نوع من انواع الضغط لتواجد القمر في بيت المتاعب فعشان هيك نفسيتك اليوم بتكون متقلبة عندك شوية نوع من انواع المزاجية او يعني ردات الفعل السلبية او الحدية في الطباع بتكون فعشان هيك شوية الامور بتكون ضغطة عليك حاول انك تشحن حالك بطاقة ايجابية وما تستسلم للضغوطات هاي اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها جيدة يعني ممكن انك تعزز بعض النقاط المالية او تبحث عن بعض المخارج المالية خلال هذا اليوم صحيح انه في تراكم بعض الامور او ممكن مصاريف زيادة او دفعات او ترتيب فوتير او اشياء العلاقة بالالتزامات الا انه الاجواء بدها شوية تركيز وبتقدر تنجز اشياء مهمة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء يعني اليوم بتنشط بالاتصالات والحوارات والتواصل والتنقلات بشكل كبير الا انه النوعية العصبية اللي موجودة عندك او ردات الفعل السلبية او الاحباطات ممكن شوي تخليك يتمل من بعض الاشياء او تتراجع عن التواصل والاتصالات او تتردد يعني بتحاول انك تقتصرها على الاشياء المهمة اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء جيدة على مستوى البيت وهي بتدعم من علاقاتك العائلية او الامور المنزلية او الاهتمام العائلي ممكن يلفت انتباهك موضوع معين او يظهر شيء طارق بيتعلق في احد افراد العائلة او مسألة العلاقة بعطل او ترتيب مالي يعني شوي ممكن انها تكون بدها شوية اهتمام منك مضاعف اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء جيدة وبتدعمك على المستوى العاطفي وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين الاحبة وممكن تهتم اليوم بمسألة بتتعلق باحد الاحبة او تساعده او تطلب له او يعني تطلب منه دعم معين او انت اللي تدعمه بمسألة معينة وفي منك راح يهتم بموضوع بتعلق في احد الابناء او احد الوالدين اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا فيها نوع من انواع الضغط او تراكم الاعمال في الفترة هاي فبتسبب لك ضغط على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة حاول تنجز اعمالك بشكل جيد ما تخليها تتراكم وبرضو حاول حتى لو تعمل ساعات اضافية يعني المهم انك تنجز الاعمال الضرورية والمهمة واهم شيء انك تراقب وضعك الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى بيت الشراكي جيدة بتدعم من علاقتك ممكن تعمل تقارب جيد ما بينك وبين الشريك خلال هذا اليوم او تصدر قرارات معينة او انتو تتفقوا على امر شوي يكون فيه نوع من انواع الجراءة او المغامرة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا عن مستوى الاموال المشتركة جيد فاليوم ممكن تهتم ببعض الامور المالية او فوتير او دفعات او امر الى علاقة بقضايا لا اقصاط او لا ديون او لا ميراث او لا بنوك ضريبة اشي محجوز عليه اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات البعيدة والتواصل مع اشخاص خارج البلاد والاهتمام بمسائل علمية او الاطلاع او الدراسة او الحوار او تفكر في اشياء الى علاقة بالسفر او طريق التعاملك مع الجانب اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء برضو جيدة على مستوى امور الى علاقة بالسمعة فممكن تعزز من سمعتك او تدافع عنها خلال هذا اليوم ممكن تطور علاقتك ما بينك وبين احد الزملاء او رؤساك بالعمل او واسطة بالشخص انه يدعمك في مسألة معينة اما بالنسبة لبيت الاصدقاء فمنقدر نحكي الاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصال والتواصل مع الاصدقاء فممكن تنجز بعض الاشياء المهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون فيه التواصل او تعامل ما بينك وبين صديق او تقوم انت بزيارة او هو يجيك بزيارة او يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة اما بالنسبة لبيت المتاعب فطبعا القمر موجود في بيت المتاعب بتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في انجاز ما لديكم من عمل متراكم ممكن تعيش في دوامة من الكآبة او الاحباط هاي فترة ارهاخ وتقاعس ابتعد عن الاجواء الصاخبة والاماكن المقتضة وابحث عن الهدوء والسكينة برج العقرب طبعا اليوم برضو ثقتك بنفسك احسن من يوم امس يعني اليوم انت مشحون بطاقة ايجابية عالية جدا وعندك قدرة على انجاز كثير من المهام والمسائل خلال هذا اليوم يعني الوضع تقريبا نقدر نحكي انه ايجابي وداعم اليك بشكل قوي المهم انك تستغل الفرص وتحاول انك تنطلق اما بالنسبة للبيت الثاني الاجواء ممكن تظهر لك بعض المسائل او العقبات المالية خلال هذا اليوم او المصاريف لزيادة او انت ترغب بصرف الفلوس باشياء مش مفيدة او مش ضرورية حاول انك تركز على الوضع المالي بشكل جيد وابتعد عن المصاريف الغير ملزمة او غير لازمة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا نقدر نحكي جيدة على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع اشخاص خارق يعني حواليك ممكن تخرج برحلة او نزهة او الاهتمام بموضوع علمي او دراسة او مناقشة الاجواء تقريبا بتدعمك ولكن دير بالك من الانفعال والعصبية والتحرك بدون انتباه اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الضغط او مشكلة بتظهر بشكل مفاجئ على مستوى البيت اليوم فبتلفت انتباهك ممكن تطلب حوار او نقاش او تدخل منك الاجواء مشحونة في بعض الاشياء العائلية اللي ممكن اعطال او عطل معين او التزامات او دفعات شوية تكون مرهقة بالفترة هاي اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تدعمك على مستوى الامور العاطفية فاليوم تحمل نوع من انواع التلاقي الجيد ما بينك وبين الاحبة او حوار معين بساعدك في مسألة معينة او ممكن تنجز بعض الامور المهمة اللي الها علاقة فيك او في احد الاحبة اللي هو فيه الحبيب او احد الوالدين او احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة وبتدعمك على مستوى العمل فممكن تنشط ببعض الاعمال خلال هذا اليوم او تنجز بعض الاعمال بشكل جيد ولكن بدك تنتبه انه ما ترهق حالك كثير وراقب وضعك الصحي بشكل جيد لانه ممكن تظهر بعض المسائل او اللي شوي تكون مربكة اما على مستوى العمل او الصحة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء تقريبا منقدر نحكي انها جيدة على مستوى الشراكي بتقارب ما بينك وبين الشريك فممكن تنجز بعض الامور او تهتموا ببعض المسائل بشكل جيد او تتفقوا على حل معين وممكن تترافقوا في موضوع او مشوار او رحلة او طلعة او اشياء مشتركة اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا جيدة على مستوى الاموال المشتركة فممكن تحل مسائل الى علاقة بالديون او قرض معين او جمعية او تهتم ببعض سداد الامور او ترتيب وضع مالي او اعادة حساب لموضوع معين اما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات والحوارات وخصوصا مع اشخاص خارج البلاد ممكن تهتم بمسألة تتعلق باحد المقربين لا اليك او احد الاجانب عنك ممكن تدخل بمسألة علمية او دراسية او بحث معين يعني الاجواء تقريبا داعمة لا اليك حتى على مستوى الاوراق القانونية ممكن تكون في امور لمصلحتك اما بالنسبة للبيت العاشر فبيت السمعة برضو جيد بيدعمك وبيعزز نقاط كثيرة الفترة هاي بتحملك اشياء صحيح انه ممكن تكون انت شاعر انها فيها ضغط على مستوى العمل او على مستوى علاقتك مع زملائك او رؤسائك بالعمل ولكن هاي بتمتح انجاهزيتك لبعض الامور فممكن تنجز بعض الامور المهمة او تحقق انجازات وممكن تجيك ترفيعة او تكريم معين او علاوي معينة لها علاقة بالعمل اما بالنسبة لبيتك 11 بوسعكم تعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق امني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة ممكن يطلب منك خوض الفترة هاي تطلب منك خوض تجربة اجتماعية جديدة ومهمة تتاح لك فرصة غربلة ومعرفة الصديق من العدو اهم ايش انك تظهر نوع من انواع الانفتاح والاهتمام خلال الفترة هاي برج القوس بالنسبة للبيت الاول طبعا الاجواء اليوم ايش شوي فيها نوع من انواع الضغط يعني نفسيا متقلب ممكن تصير اشياء ممكن تحبطك ممكن افكار توارد لتفكيرك فهيك تخليك تعصب او تحتد او تناقش بحدية حاول تمسك عصابك قدر الامكان وتشحن حالك بطاقة ايجابية وما تخلي الامور هاي تسيطر عليك او السلبية هاي تأثر عليك بشكل كبير اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء على المستوى المالي تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية خلال هذا اليوم فمنكوا رح يحققوا بعض المكاسب المالية اللي رح تيجي اما من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم الا اهم من هذا انكوا تركزوا بشكل قوي جدا وتبتعدوا عن المصاريف الغير لازمة اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء ضاغطة عشانيك قلنا لك انتبه من العصبي وردات الفعل السلبية بالفترة هاي يعني عصبيتك واضحة ردات فعلك السلبية واضحة الحدية بالطباع موجودة فعشانيك بدك تنتبه وخصوصا اثناء تنقلاتك اثناء حركتك اثناء قيادتك للسيارة الاجواء شوي بتحمل نوع من انواع الضغط العصبي اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء على مستوى البيت ممكن تظهر بعض المسائل لغاية ساعات الصباح تكون حادة او مشكلة معينة او نقاش معين او تحاول تنهي خلاف معين او تعالج خطأ او عطل معين منزلي او تهتم بامور الها علاقة بالبيت او اشياء تكون مرهقة بالنسبة ليلك من ساعات الصباح الاجواء بتصير روتينية فممكن تنجز بعض الاعمال اهمش انك ما تتخوف وما تتوسوس وما تتردد في بعض الامور اما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي تقريبا الاجواء جيدة بتدعمك في بعض المسائل الا انه ممكن تظهر بعض الخلافات او النقاشات ما بينك وبين احد الاحبة مع الحبيب او مع احد الابناء او احد الوالدين اهمش انك ما تستاء وما تفرض سلطتك وما تحاول انك تسيطر بشكل كبير او تفرض تحكمك على الاحبة بالفترة هاي ما تصدر قرارات لانه قراراتك متسرعة فممكن انه لازم تراجع حالك مش كل شيء بيتاخذ بردة الفعل الاولى اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها جيدة على مستوى العمل فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وممكن يكون لك بعض الاهتمام على المستوى الصحي بتعلق فيك او في احد الاحبة اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء على مستوى بيت الشراكي تقريبا نقدر نحكي انها جيدة بتقارب ما بينك وبين الشريك وممكن تحل بعض المسائل اللي كانت معقدة بالفترة الماضية ممكن تتشاركوا او تتفاهموا على مسألة معينة او تبحثوا مسألة الها علاقة بموضوع تطور الوضع او معالجة وضع معين اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء جيدة على مستوى بيت الاموال المشتركة فممكن تهتم بمسألة الها علاقة بقرض او تسوية او جدولة او دفع بعض الالتزامات يعني الاجواء شوي فيها نوع من انواع الارباك ولكن اجمالا انت بتقدر ترتب الاوضاع المالية المشتركة بشكل جيد ممكن تهتم بعقد او بديون او قروض اما بالنسبة للبيت التاسع فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انه فيها نوع من انواع الايجابية والطاقة الايجابية اللي بتدعمك بقوة على مستوى الرغبة بالسفر او التنقل او الحوار مع اجانب او العلاقة مع اشخاص خارج البلاد او امتحانات او دراسة لمسألة علمية او بحث في مسألة علمية الى اهم اشي انك انت تستغل الفرص بشكل قوي لانها دعميتك اما بالنسبة لبيتك العاشر الفترة هي مناسبة لللي بيبحث عن عمل واللي بيعمل بينجع بالدفع بمصالحه اهم شي انه تحافظوا على انجازاتكم القائمة ممكن تتلقى عرض او تجد نفسك في موقع مهم اهم شي انك تكون عند حسن الظن اتجنب الانفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية وحاذر من الحوادث اما بالنسبة لبيتك 11 فما زالت الاجواء شوي تضغط عليك بالاتجاه بعض الاصدقاء فممكن تستاء من صديق او من تصرف او من اهمال فممكن يكون لك ردات فعل عصبية او تصدر قرارات بقطع علاقة معينة او مقاطعته مش قطعها ولكن انه اجمالا بيت الاصدقاء شوي مشحون اليومين هذول فبدك تدير بالك من اي توتر ما بينك وبين احد الاصدقاء ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة او مناسبة او تتعرف على شخص جديد اما بالنسبة لبيت المتاعب فبنقدر نحكي انه الاجواء جيدة وبتدعمك بقوة فممكن تهتم ببعض الاعمال اليوم او تحاول تنجزها وبرضو عندك قدرة على المحافظة على صحتك او الرقابة الصحية بشكل جيد وفي منك رح يهتم بصحة احد الاحب برج الجدي طبعا اليوم الاجواء جيدة ان الطاقتك عالي جدا مشحون بطاقة ايجابية عالية وعندك رغبة للانطلاق والتحرك والتحرر من اشياء كثيرة عندك كثير من الافكار حابب انك اليوم انت تسويها يعني بمعنى اخر اليوم عندك نشاط عالي جدا حاول انك تستغله بالاشياء الاجابية اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا يعني بتظهر بعض المسائل المالية او تحتار ببعض المسائل المالية او الدفعات او ترهق من ترتيبات معينة شوي يكون عليك ضغط معين بتحاول انك ترتب الاجواء بشكل جيد ولكن ان الضغوطات هاي شوي بتسبب لك نوع من انواع الارباك اهمش انك تبعد عن المصاريف الغير ضرورية وما تصرف بغير مكانها وحاول انك تجد مخارج جيدة لوضعك المالي اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها روتينية على مستوى تنقلاتك واتصالاتك وحواراتك ممكن تنشط في بعض المسائل او بالاتصالات او بالتنقل من مكان لمكان المزاج شوي فيه نوع من انواع الحدية والعصبية او الاستياء من بعض المسائل اهم شي انك انت ما تستسلم لهاي السلبية اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا نقدر نحكي انها جيدة وبتدعمك على مستوى البيت فممكن تهتم ببعض الشؤون المنزلية او العائلية زي تصلحات ترتبات تلاقي تقارب اجتماع عائلة اهتمام باحد افراد العائلة اهتمام بمسائل العلاقة بالعقارات العلاقة بامور سكن مثلا تهتم فيها برضو بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء تقريبا تدعمك على مستوى امور الها علاقة بالعاطفة او التلاقي مع الحبيب او التقابل او بتتعاطف مع احد الاحبة وخصوصا احد الابناء او احد الوالدين وممكن اليوم تفكر بتغيير جو او خروج معينة اما بالنسبة للبيت السادس فالاجواء جيدة على مستوى العمل وبتدعمك فممكن تنجز بعض الاعمال الضرورية والمهمة خلال هذا اليوم وبرضو بتعمل نوع من انواع التقارب ما بينك وبين زملائك وعندك نوع من انواع الاهتمام بالوضع الصحي اما بالنسبة للبيت السابع فالاجواء جيدة بتدفعك لايجاد بعض الحلول او الاشياء الي ممكن تساعدك انت والشريك شريك المال او شريك العاطفة او تجد مخارج لبعض الضغوطات اللي بتتواجهك بالفترة هاي فبدأ نوع من انواع الاهتمام منك بشكل كبير اهم ايش انك ما تعصب وما تحتد وما تدخل بنقاشات حد ما بينك وبين الشريك اما بالنسبة للبيت الثامن فالاجواء تقريبا بنقدر نحكي انها جيدة بتنشط في بعض المسائل اللي لها علاقة بالاموال المشتركة وهي لصالحك بالفترة هاي فممكن تحقق بعض الانجازات او يجيك اخبار جيدة او تحل مسائل قانونية او اوراق او معاملات وتكون هاي الاشياء لصالحك يعني الاجواء تقريبا بتدعمك بقوة وبتعزز بعض النقاط القوية لالك ممكن تهتم بامور الها علاقة بضريبة او بنك او تأمين وبتكون او اشياء ايجابية اما بالنسبة للبيت التاسع بتنشط في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لاسية ما لبعيدة بتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب احباكم معكم بتفرح لانفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح عندك وبتشتد عزيمتك وبتقوى ممكن تقوم بخطوة مباركة بتطلقى اشارة ايجابية هاي فترة مناسبة لالتقاط انفاسك بعد عواصف كانت صعبة بالفترة الماضية اما بالنسبة للبيت العاشر فالاجواء جيدة على مستوى بيت السمعة وبتعمل تقارب جيد ما بينك وبين زملائك وروساك بالعمل ممكن اليوم تنشط بباق مع بعض المعارف او تتعلم شيء جديد او تخوط تجربة معينة يعني الاجواء تقريبا ايجابية على مستوى بيت السمعة وبتدعمك بقوة اما بالنسبة لبيت الاصدقاء برضو حافل بالنشاطات واللقاءات فممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلي او مناسبة او لقاء او مباركة مثلا او سهرة او تعاون جيد ما بينك وبين الاصدقاء والمعارف اما بالنسبة لبيت المتاعب فالاجواء جيدة برضو بتعزز من قدرتك على انجاز بعض الاعمال الضرورية والمهمة وفي منك رح يهتم ببعض الامور الصحية او مراجع الطبيب اله او لاحد الاحبة او زيارة مريض في بيته او في مستشفى برج الدلو طبعا بالنسبة لبرج الدلو معروف انه الفترة هاي فترة ضاغطة لانه اول اشي الشمس صارت مقابلك مباشرة فعشان هيك بتسحب من طاقتك وبتشعرك ببعض التوترات او بعض الارهاق او الملل او التقاعص عن بعض المسائل او بتلاقي انه الامور مش ماشية مثل ما بدك فهي الشغلات بتسبب لك نوع من انواع الارباك على المستوى النفسي اما بالنسبة للبيت الثاني فالاجواء تقريبا بتحاول انك تجد بعض المخارج المالية او يعني الدعم المالي في منك ورح يحصل بعض الفرص المالية خلال هذا اليوم اللي بتجي عادة من عمل اضافي او مستردات او هبات او نوع من انواع الدعم او القروض او المساعدات ولكن اجمالا الاجواء جيدة اهمش انك انت تضبط الوضع المالي تبعك بشكل عقلاني وتقلل من المصاريف قدر الامكان اما بالنسبة للبيت الثالث فالاجواء تقريبا يعني بتدعمك على مستوى الحوار والنقاش التواصل ولكن العصبية بتكون ظاهرة فممكن تنشط باكثر من مسعى او باكثر من انتصال او اكثر من حوار او طريقة التواصل ما بينك وبين المجتمع بتكون جيدة ولكن في لحظات العصبية بتكون اكثر انتبه اثناء حركتك اثناء اتصلاتك اثناء تنقلاتك خوفا من الاصابات والحوادث اما بالنسبة للبيت الرابع فالاجواء تقريبا على مستوى البيت معني بتحمل نوع من انواع المفاجئات مرات بتكون الاشياء ايجابية وبتدعمك بقوة مرات بتظهر بعض الاشياء السلبية اللي بتيجي بشكل مفاجئ زي اعطال او اهتمام بمشاكل عائلية او الاطلاع على مسائل لها علاقة بالعقارات او عطل مسائلة بتتعلق في البيت او اشياء من هذا القبيل يعني كلها بتتعلق على البيت والعائلة اما بالنسبة للبيت الخامس فالاجواء على المستوى العاطفي ما زالت قوية فبتدعمك الحظوظ في بعض المسائل بتساعدك في بعض المسائل فممكن تنجز اشياء مهمة جدا خلال الفترة هاي بتقارب ما بينك وبين الحبيب وبرضو بتساعدك على انجاز بعض الاشياء المهمة او الاهتمام باشياء بتتعلق باحد الاحبة زي الوالدين او احد الابناء اما بالنسبة للبيت السادس فعلى المستوى الصحي تقريبا يعني او العمل بتنشط بامور الها علاقة بالعمل ولكن تظهر بعض المسائل المربكي خلال الفترة هاي اللي دايما بتربك على المستوى الصحي او بتربك على المستوى العملي بتحدث لك بعض المشاكل أو بتحاول تعالج بعض المشاكل أو بتنشط في يعني عقدي جديد أو مشروع جديد أو بتروج لأمر ولكن بتكون تعبان لأن الأمور لسه ما بتكون معطيتك الجواب الصحيح أما بالنسبة للبيت السابع فطبعا حكينا أنه هو بدعمك على مستوى الشراكة لأن الشمس موجود فيه بعزز من علاقتك أو من شراكتك أو من علاقتك مع الشركاء ممكن الفترة هاي تحمل نوع من أنواع الارتباط الجديد على مستوى عقد أو شراكة أو شيء مشترك ولكن الأهم أنه تحافظ على طاقتك من التقلبات الصحية وظهور بعض المتاعب اللي بتيجي بشكل مفاجئ أما بالنسبة للبيت الثامن فطبعا اليوم بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتكون متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكون تخففوا من النفقات المتصاعدة أطلب رأي الشريك قبل التمسك بقرار ممكن تنشغل بمسائل مالية ممكن تظهر بعض الهموم الصحية أو العائلية بالفترة هاي باستطاعتك بحث موضوع قرض أو تمويل أهم يشنك ما تهمل التفاصيل الدقيقة أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات البعيدة والحوارات مع أشخاص خارج البلاد أو الاهتمام بأمور أو مسائل بتتعلق بالسفر أو التنقلات أو المراسلات البعيدة يعني ممكن تنشط ببعض المسائل أو علاقتك مع الأجانب أو دعم أو مناقشة أو مشروع أو دورة معينة ممكن تأخذها بالفترة هاي أما بالنسبة للبيت العاشر فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى بيت السمعة فبتقدر تدافع عن سمعتك وتعزز علاقاتك بالفترة هاي فممكن اليوم أو تحمل لك يعني شغلة إيجابية بالدعم من علاقتك مع زملائك أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 فالأجواء تقريبا ما زال فيها نوع من أنواع الضغط اللي له علاقة بتوترات على مستوى بيت الصداقة وخصوصا أثناء تعاملك مع أحد الأصدقاء ممكن فرض رأيه وتدخله بشؤونك مخالفتك بالرأي عصبية حدية أو تستاء من دعو معين يكون فيها حاضر شخص أنت ما بترغب حضوره أو تستاء من تصرفات بعض الأصدقاء مش مع كل الأصدقاء ولكن هي بتكون على صديق معين أما بالنسبة لبيتك 12 فهو جيد وبيدعمك شيئا ما ولكن برضو من خوفك لأنه أساسا هذا الجدي والزوايا صحيح إيجابية بتدعمك على مستوى بيت المتاعب إلا أنه بتظهر بعض المسائل الفجائية اللي له علاقة بتراكم عمل أو تقصير بإنجاز عمل أو مشكلة على مستوى العمل أو أشياء له علاقة بتقلبات على الوضع الصحي أو تطور وضع صحي بتعلق فيك أو في أحد الأحبة برج الحوت طبعا القمر مقابلك تماما والقمر بيعمل زاوية تقابل ما بين نبتن الموجود عندك والقمر اللي موجود بالعذراء فهذا شوي بسبب لك نوع من أنواع الإرباك اليوم وبينزل من طاقتك شوي فبدك يدير بالك على مستوى الطائقة والحساسية والرغبة بالحركة التشاؤمية الشغلات اللي إلها علاقة بالنفسية المتقلبة كلها هاي فممكن أنت اليوم تكون حساس زيادة عن اللزوم أما بالنسبة للبيت الثاني فالأجواء تقريبا جيدة على المستوى المالي فممكن تظهر لك بعض المسائل المالية أو تدعمك في بعض المسائل أو تجد مخارج معينة أو تحصل على دعم أو تحصل على دعم مالي أو تهتم ببعض الأمور المالية بشكل جيد ولكن بدك تحضر أثناء التقلبات بالمزاج بتلجأ أنت لصرف الفلوس بأشياء مش لازمة حاول أن تمسك هاي النقطة ما تخليها تسيطر عليك اليوم ما تصرف فلوسك بدون تركيز أما بالنسبة للبيت الثالث فالأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والمناقشات بتدعمك شيئا في بعض المسائل ممكن تظهر لك أو تظهر بعض المسائل اللي بتطلب منك التنقل أو حل بعض المشاكل بالفترة هاي يعني تعطيك نشاط جيد ودعم جيد وقدرة على إنجاز أشياء بشكل جيد أهم شيئا إذا كان عندك امتحان أو مقابلة ركز وحاول أنك ما تتسرع باتخاذ القرارات ادرس واستعد وبرضو أثناء تنقلاتك وحركتك بدك تركز وتنتبه خوفا من المفاجآت أما بالنسبة للبيت الرابع فما زالت الأجواء على مستوى البيت تحمل بعض المشاحنات ولكن إجمالا اليوم تقدر تحلها تقدر تساهم في عملية تجاوزها ما تخلي هاي المشاكل تتطور ما تخلي القلق والخوف على أحد أفراد العائلة يسيطر عليك بشكل أكبر ممكن تحملك فترة قلق صحيح أعطال اهتمامات منزلية أشياء من هذا القبيل ولكن لو ركزت مزبوط بتقدر أنت تتجاوز المرحلة هاي أما بالنسبة للبيت الخامس على المستوى العاطفي جيد فبساعدك على تحقيق حوار جيد أو طريقة لابتكار تواصل جيد ما بينك وبين الأحبة فممكن تقنع الأحبة بوجهة نظرك أو تعرف تتواصل معهم بالفترة هاي وخصوصا الحبيب أو أحد الأبناء أو أحد الوالدين يعني تقريبا قدراتك عالية وممكن الفترة هاي تحملك فرحة إذا انت ركزت فيها بشكل جيد أما بالنسبة للبيت السادس فالأجواء بما أن الشمس موجود في البيت السادس فهي بتضغطك على العمل وبتضغطك على الصحة فبتحدث بعض الفروق اللي إلها علاقة بالعمل والصحة وتقلبات وممكن تسبب لك بعض الأشياء المفاجئة إما يتراكم العمل عندك أو تشعر ببعض التوعق أو مراجع الطبيع أو تضطر لأخذ أدوية معينة أما بالنسبة للبيت السابع فالفترة هاي مناسبة لتعزيز شراكتكم سواء في مجال العمل أو العاطفة أنا يعني بنصحك أنه بالفترة هاي هي الأجواء جيدة لإتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري ولكن بدك تكون بالدقيق على التفاصيل أكثر وحساسيتك ممكن أنها تعمل خلافات على المسائل هاي حاذر من توجيه الكلام الجارح أو النابي أو الكلام اللي في غير محله لأيا كان الفترة هاي ممكن تواجه خصم شرس وتشتد المنافسة بينكم أهمش أنك ما تخالف القوانين عشان ما تتوجه لك نوع من أنواع الإداني أما بالنسبة للبيت الثامن فالأجواء تقريبا منقدر نحكي إنها جيدة يعني تقريبا بتعزز بعض النقاط اللي إلها علاقة بالأموال المشتركة أو بتبحث عن حل أمور إلها علاقة بالديون أو القروض أو الالتزامات أو بعض الأموال اللي بتتراكم عليك بالفترة هاي كمتطلبات مالية ممكن تظهر بعض المسائل القانونية أو الأمور اللي إلها علاقة ببنك أو ضريبة أو تامين اللي بتكون بحاجة للتركيز بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت التاسع فالأجواء جيدة وبتدعمك على مستوى الاتصالات والحوارات والتواصل مع أشخاص خارج البلاد وبرضو بتساعد في إتمام بعض المهام أو بعض الأمور اللي إلها علاقة بالامتحانات يعني تقريبا بس أنه استعد بشكل جيد على أساس أنك تضمن أنه تكون الأمور لصالحك بشكل أكبر أما بالنسبة للبيت العاشر بيت السمعة جيد جدا بيدعمك على مستوى علاقاتك ومعارفك وبيعزز بعض الأشياء القوية عندك خلال هذا اليوم ممكن يكون لك نوع من أنواع التواصل مع زميل أو مع رئيسك بالعمل أو رحلة عمل أو تفكير في مسائل إلها علاقة ببعض العلاقات اللي بتحاول تستفيد منهم أو تستثمرهم لا تحقيق غاية أنت بدك إياها أما بالنسبة لبيتك 11 الأجواء ما زالت فيها نوع من أنواع الضغط اللي بتعلق في أحد الأصدقاء يعني هذا بيت الأصدقاء شوي فيه نوع من أنواع التوتر بسبب حدية أو توتر أو خسارة صديق أو بتتجنب أنت الاحتكاك مع الأصدقاء إلا للإشي الضروري جدا أو للإشي الطارئ شوي حاسس حالك أنه أنت بتحب الوحدي أكثر بالفترة هاي ما تخلي الأمور هيتضغط عليك بالعكس انطلق اجتماعيا وحاول تحتك بالمجتمع بيكون أفضل أما بالنسبة لبيتك 12 فالأجواء تقريبا جيدة وبتساعدك في حل بعض المسائل اللي إلها علاقة بعمل أو بأمور صحية أو مراجعة طبيب يعني ما فيها الأشياء الضغطة عليك فعشان هيك بتساعد ممكن تحمل لك قلق على أحد الأحبة أو تهتم بمسألة صحية بتتعلق في أحد الأحبة ولكن جمالا الأجواء بتكون إيجابية هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء